احتضرت اليوم الأعاصم من جميلنا أعمال المتمر الثاني لدول الساحل والصحراء جاء تحت شعار الاقتثمار في السلام ومنعي العنف في منطقة الساحل والصحراء الجسة الافتتاحية لأعمال المتمر رأسة أمينة الدولة في الخارجية دكتور حوى عبد المنجم فاصل الخبر مع سعيد أحمد حسن ظاهرة الانخراط في الممنوعات والتطرف والشغب والإرهاب في دول الساحل والصحراء ترجع لأسباب عددة أبرزها عدم تواصل الدول فيما بينها وتفشي البطالة وسوء الإدارة والانفلات الأمني في بعض المناطق إضافة إلى تدن المستوى التعليمي إلى جانب قلة الوعي الاجتماعي وغيرها كل هذه الأسباب تعتبر دافعا مباشرا لانعقاد المؤتمر الإقليمي الذي يضم أكثر من سبعين مشارك من دول الساحل والصحراء وذلك للتباحث في القضايا آنفة الذكر وإيجاد حلول لها تدخل العديد بكلمات تدين وبشدة تفشي الظواهر المعرقلة للتنمية والتي من شأنها تدمير الشعوب وبين الكلمة والأخرى اختتمت الكلمات بكلمة حوى عثمان جامع أمينة الدولة في الشؤون الخارجية وتكامل الإفريقي التي أشارت فيها إلى أن اختيار جمهورية شاد لانعقاد مثل هذه المؤتمرات يجيء لأهمية البلاد وموقعها الاستراتيجي إضافة إلى الرغبة الواضحة من قبل الحكومة لمحاربة الإرهاب والتطرف مقتبسة أن اليد الواحدة لا تصفق ونحن هنا نحتاج لأياد كل الدول الإفريقية بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة لجعل إفريقيا أكثر الدول أمنا ونظرا لأهمية المؤتمر وما يحتويه قدم بعض المشاركين آراءهم حول ذلك أنا أتمنى أن التشاديين يكونوا كثيرين بأدد كثير لكي يحاولوا يتبادل أول بأول تجربتهم ويستفيدوا من تجربة الآخرين خلال اليومين إن شاء الله سنناقش بكل أريحية وبكل مسؤولية عن مدى الاستراتيجية الجديدة التي نضعها في محاربة التطرف لكي ننقذ هذه المنطقة منطقة الساحل من هذا المرض العضال وستستمر فعاليات هذا المؤتمر 48 ساعة يناقش خلالها مواضيع مهمة لجميع الأطراف ترجمة نانسي قنقر